موسيقى 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 و بعدا ما نزلنا اللعبة يا اخواتي طبعا لازم نشرحها مش هينفع ننزلها و شكرا فاول ما بتفتح اللعبة يا قلب أخوك بيقولك مرحبا بك في سكواد باسترز بيقولك انت عندك كم سنة الرجاء ادخال عمرك هذا لن يؤثر على سير بنيجي هنا بمجرد بنسحب المراب بعدها بتحدد فاول ما بتفتح هنا بيقولك ده بيتحرك هاو نرجع كده زي ما احنا شايفين بتمشي عادي بالشخصية هنا بيقولك توطف عن الحركة مجرد ما بتسيب المشي هو بيدرب تلقائي مقود لطاقتها انا خدت النقود تمكنك النقود من شراء الصناديق لتكدير فرقتك هنا بيعرفك ان الخلوس اللي انت بتلمه او اللهب اللي انت بتلمه تفتح بيه سندية و مجرد ما بتوفع الصندوق يختر شخصية الاندمام الى فريقه هنا زي ما احنا شايفين البريمو شائع و البرباري شائع هنا البريمو يا اخواتي زي ما احنا شايفين بيقولك مدافع زو صحة كبيرة و البرباري مقاط الاشتباك زو ضرر جاي خلونا ناخد البرباري كمل اللي قدام عظيم فرقتك تزيد قوة استخدم الحزاء التربيني اللي هو مرتب بسرعة اكبر اضغط مطولا لتفعيل الحزاء التربيني هنا انت لما بتدوس على الحزاء يخلي السرعة بتاعتك تكون قوية يكون اسمع اتماعنا اصح يفتح صندوق تاني غريغ غريغ ده الوحيد اللي بيقطع اشربة بالجواهر ده تمام الجواهر تبدو مستعدة اللي بدء البحث عن الجواهر باشا باشا مندم الجواهر مفتول يالحاس لعبون اخرون عن الجواهر ايضا اجمع اكبر عدد من الجواهر اللي افاوز دي انا بيعرفك ان انت بتجري وتمشي وتمجرم ما بتوعه خالص دعا امام اتسيب كده كده على ما افاقد بكون طريقة اللعب واسبت في اخرين البرداري واوه ثلاثة من الشخصية الواحدة اخواتي كما انا شاهدين بيعمل داما ما بين التلك شخصيات في شخصية واحدة بيكون أكبر في الحكم وعلى ما اعتقد في الدرر نفس الطريقة بيكون أكبر بلا نريك حتى نفتح شبيات اختري فرنا اعتمد عيد غرب اللعنة بالتكبير بيجي صندوق مجاني بمور جميل بمورجه نظرت عندما تاخد جيم فى zur هنا بيقول لك الاسم خلينا نختار الاسم كارم احسنت في اول مواقه لك في البحث عن الجائر هيا نلعب مرة اخرى بطابع فريدا اقفل الصوت عشان تعرفوا تسمعوني كويس تمام يا اخوتي هنا بيقول لك اوز يا ما انت شايف هيا نلعب مرة اخرى بطابع فريدا او بطابع فريد بطابع مختلف شوية يعني اللعب اه دي الشخصيات جديد 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 البريمو غرغ البربري خلونا قبل ما نبدأ اخوتي نكون فاهمين ان دي اللعبة الوحيدة لشركة سوبر سيل اللي بتدمج مبين كل الالعب بتاعتها مبين لعبة هاي دي مبين لعبة بومبيتش مبين لعبة كلاش اوف كلانس مبين لعبة كلاش رويل مبين لعبة براول ستار البربري ده اخوتي المفروض انه موجود في كلاش اوف كلانس وكلاش رويل ونفس الكلام فيه راكب الخنزير ونفس الكلام فيه الساحرة ونفس الكلام يعود برضو على رامية السهام وتعالوا خدوا عندكم ده بقى كتير 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 من الشخصيات وفيه مين تاني بقى موجود في براول ستار البريمو ويه كولت ويه كمان خد عندك الدينامايك موجود فيه لعبة براول ستار ويه ما ننساش الغول موجود في كلاش رويل وكلاش اوف كلانس والدجاجة دي موجودة في هاي دي اللي هي لعبة المزرعة ويه زي ما احنا شايفين برضو فين هو نيتا نيتا غانية عن التعريف موجودة في لعبة براول ستارز ويه شخصية بيه في براول ويه ما ننساش شخصية مفطول العضلات موجود في البوم بيتش زي ما احنا شايفين ده بيبقى شكله لما بيكون خارج هنتكلم عن النقطة دي بعدين بس خلونا ناخد جيم ويه نشوف طريقة اللعب من جوه على الوضع الحالي جاري البحث عن لعبين ستكون لكل معركة مغيرات خاصة من الانفصة ايضا جنون السرعة التربونية زي ما احنا شايفين اللي جابوا لنا على الشمال ده اخواتي الخريطة او المود اللي انت فيه ويه زي ما احنا شايفين اللي بيجعل مين بيقولك الميزات اللي بيكون موجودة في المود ده تمام خلونا ناخد غرغ الاول بتفقل بيه عشان هو زي ما احنا قلنا الوحيد اللي بيقطع الشجر الدهبي ده والشجر الدهبي ده بيديه كمية من الموارد حلوة جدا بحيث ان انت تقدر تفتح سناديق وشخصيات اسرع خلونا ناخد غرغ تاني تكون ضربته اسرع واقوى عشان نكسر بسرعة غرغ يا اخواتي بيكسر في الشجر وفي نفس الوقت بيدرب فيه الوحوش ولو انت عايز تلم موارد بطريقة بسرعة حاول تاخد غرغ في الاول وزي ما احنا شايفين كل تلاتة بيدوك دمج في التلات شخصيات بحيث انها بيخلولك شخصية كبيرة واقوى فلو انت عايز تلم موارد بسرعة حاول تنزل بالغرغ المفروض ان انت لما بتنزل بيه حاول تضرب في الشخصيات الضخمة دية العملاقة منهم بقى بيجيلك الغول ده بيكون على شخصية كبيرة او منهم بيكون معاك الاشجار الكبيرة وفيه الباولر وفيه الجلم وفيه التنين الناري هنشوفهم مع بعضينا بس خلينا نلحق نلم موارد بطريقة اسرع وطبعا الجيم يا اخواتي انت اول ما بتنزل فيه الجيم بيكون 4 دقايق فال4 دقايق دول حاول ان انت تقدر تكون فريق محترم 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 حاول على قد ما تقدر ما تهجمش على شخصية غير لما تكون واسك ان انت هتخش تقتلها عشان ساعات لما بتنقص فيها لو بقى في التيم كل واحد من العدو ده يعني انا ممكن هو بتلاتة ومعاها اتنين غول وواحد كولت انا ممكن اوقع له اتنين بصه التالت لو كان جري انا ما كنتش هلحقه ولما بتقتل شخص بتعمله اقصاء بتاخد صندوق مجاني زي ما احنا شايفين من غير اي دهب خالص فميزة جميلة جدا برضو خلي بالكو وهنا زي ما احنا شايفين اللي في النص ده بيتفتح اول ما بييجي دقيقة واحدة بس لما بيبقى في الجيم دقيقة واحدة بس الخزنة ليه بتتفتح بتقدر ان انت تاخد اكبر عدد من الجواهر واحد يقول لي طب يا كارم عشان اكسب اللي المفروض ان انا اعمله احب اقولك المكسب ليك بيكون عن طريق حاجة واحدة بس هلا وهي ان انت تلم اكبر عدد من الجواهر وتفضل عايش التيم بتاعك او الشخصيات بتاعتك دي بمعنى اصح ما تموتش كلها لو معاك شخص واحد بس في التيم بتاعك تقدر ان انت تفوز بصه زيرو لم بقى معلم جواهر زي ما احنا شايفين انا رقم واحد يعني المركز الاول بمعنى اصح في الجيم معايا 68 جواهرة فانا مستحوز على الجيم بمعنى اصح خلونا اللم برضو شوية ايه موارد انا شايف ان الدنيا حلوة خلونا نلحق نلم موارد هات الجلم ادينا البريمو هات تعالا هات يا باشا هات 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 جميل جميل خلينا احنا بقى وقفين في النص مستحوزين على الجيم زي ما احنا شايفين ده كده الحصالة او الخزنة بتاعت الجواهر دي يعتبر بتخلص على اخر عشر ثواني بتكون متضمرة بحيث ان يكون في معاك عشر ثواني تقدر تقتل فيهم اي حد تاني وتاخد الموارد بتاعته تمام يا اخوتي معانا مية ستة وتلاتين جوهرة تمام المركز الاول المركز الاول بياخد ميتين جوهرة مع المية ستة وتلاتين اللي انت لمته ويه مركز مكافئة المركز الاول معاك اربعة افتح السندوق طريقة فتح السندوق اخوتي زي ما احنا شايفين شكل السندوق جاي من اشكال السنة دي بتاع كلاش رويل على طريقة الفتح بتاع براول استار شائع كبير شائع كبير شائع كبير للغاية تمام افتح يعيني البرباري تسع بطاقات منه جماعة ما يكفي من البربرة للتطوير نقدر ان احنا نطور البرباري كدرة جديدة اول ما بتطوره بتاخد كدرة جديدة ليه بيوصل لنجمتين تم فتح كدرة جديدة يصبح متميزا بعد صحك كسير من الاشرار تمام تمام وخدنا ميت نقطة يعيني طور الشخصيات تحصل على طاقة البوابة تقدم عبر المناطق مفهوم هنفتح كلت مقاتل عن بعد زودرر عالي جميل خلونا نعرف ميزة كل شخصية ايه الاول بمجرد ما بنجا عالتفاصيل زي ما احنا شايفين البرباري مقاتل اشتباك زودرر جيد جميل غرغ يقطع الاشجار لجمع الغنيمة لازم نفهم ميزة كل شخصية عشان ما نغلطش في اختيار شخصية في وقت اللعب كلت مقاتل عن بعد زودرر عال تمام البريمو مدافع سوسحة كبيرة يعني بمعنى اصح البريمو اكبر دم وكلت بيدرب عن بعد وغرغ بيقطع الاشجار والبرباري يعتبر مقاتل اشتباك زودرر جاي دي يقدر انه يخش مقاتلة وش في وش بطريقة كويسة لنجرب البرباري وكلت الجديدين تعال انا اخد جيم كمان ونشوف بصوا اول حاجة دي اللي بتيجي المود مرج الضجة وتاني حاجة الميزات اللي بتكون موجودة في المود عالم التعوزات عالم التعوزات التعوزات تظهر في كل مكان كميل خلونا ننزل بكلت اه خدنا تعوزة الغطب ايه في كل حتة بتمشي بتلاقي تعوزات متنطورة في قلب المكان هنا في صحة اللي هي التعافي تمام خلونا ناخد كلت تاني يبقوا اتنين كلت نلحق بس ايه نلم موارد اهم حاجة يا اخوات زي ما قلتلكو الموارد الموارد دي بتفرق جدا جدا عشان خاطر ديقدر ان انت بمعنى اصح تكون تيم كويس او بمعنى اصح شخصيات تكون قوية تقدر تقف باقصاد اي تيم فخلينا دايما فاهمين النقطة دي اخواتي ايوه خلينا نقتل الغول الكبير ده ناخد منه حبة موارد نفتح شخصيات تاني ادينا البربري تمام هاتكون بلا خلونا ناخد هوجن ده تعال اكساء كده نقدر ان احنا ناخد صندوق مجاني زي ما كارم قال تعالوا نشوف صندوق اهو مجاني بمجرد ما بتعمل اكساء لشخص انت بتفتح صندوق مجاني بصوا اتعمل له اكساء صندوق مجاني خدتوا بالكو اخوتي فدي ميزة حلوة برضو خلي بالكو ان انت كلما اتطير واحد عشان بينقص برضو من التيم بتاعك وبيموت لك اشخاص فبيعوضوك بشخصية يعني اللي هو انت ممكن تكون للشخصية اللي ما تدي شخصية بتلاتة بس عادي حلو حلو برضو بحيث ان انت هكون لمت منه موارد برضو في نفس الوقت فاعمين تم اكساء الهجان خلونا نروح نكسي التاني ده كمان يلا انت بتقف هو بص بيدرب تلقائي اكساء عايش عايش خدنا منه دهب وسندوق مجاني يبقى كده معانا البريمو على شخص كبير والبربري وكلت التلاتة على اشخاص كبيرة هات غرغ وخلونا نعمل اكساء اللي عم الحلو ده بيكا طبعا دي شخصيات على ما اعتقد الشخصيات اللي بتبقى نازلة زي بوتات كده لان انت بيعلموك وبيعرفوك بداية اللعب ما بيكونوش اشخاص حقيقين بمعنى صح عشان لو حقيقين الوضع يختلف طريقة اللعبة تختلف وبصوا ما بيجريش اصلا خدتوا بالكو صندوق مجاني تاني كده يبقى موضوع كارم صحيح انت بمجرد ما بتعمل اكساء لكل شخص بتاخد صندوق فري ببلاش من غير اي حاجة ادينا بربار يا باشل برباري قوي طبعا قالنا في اشتباك ده الجلم حتى الجلم يا جدع هنا بتموته صعب جدا يعني حتى زي كلاش اللعبة واخدى حقها بزيادة بصوا التنين وقعلك موارد كبيرة جدا خلونا روح ناخد ايوة اهم حاجة دول اهم حاجة طقف جنب الخزنة انا على ما اعتقد ما فيش غير انا واحد طب هو فين الواحد ده ما ينفشر ندور عليه ونروح نقتله على طول اهو 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 لو قتلنا الا هيحصل هناخد الجيم تعالوا نقتله ونشوف تم الاقصاء مفيش غيري خلاص ده انت لهم هم بتقتل كل اللي موجودين في الجيم بتكسب كله تم الاقصاء ليه كله وزي ما احنا شايفين احنا بننزل عشر اشخاص في الجيم الواحد منهم انت يعني فيه تسع اشخاص غيرك التالي خلونا نفتح الصندوق افتح شاقع نادر 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 اوه الطبيب تم فتح قدرة جديدة يعالج هالفرقة ببطء بمرور الوقت ايه الطبيب جميل الكتاب اه الكتاب ده اللي هو ايه المهمات اللي انت بتعملها بتلم عليها الجوائز بتطلب الجوائز بتاعتها كن باقصاء تنين زغير مرتين كن باقصاء الجلم مرتين وايه المغيرات اكتشف لما بتلعب في خريطة جديدة والتعويزات لما بتجرب تعويزة بتاخد عليها مكافآت ستة الاف نقود جميل هيا نلعب ونحرز بعض التقدم خش كده الطبيب اتفتح لنا يا اخواتي مرج الدجة متاعب مضعفة ايه بقى متاعب مضعفة دي تعالوا نشوف يظهر ده في عدد الشخصيات من الصناديق اوه يعني بمجرد مختار البرباري يطلعها اتنين الله انا كل صندوق على كده ولا اول مرة طب تعالوا نجرب ونشوف وهنعرف اوه تصدق كل لما بتفتح صندوق بيطلع لك منه الشخصية مضروبة في اتنين تعالوا نسقط دوت منفش نعمل له اكساء هو بيجري مش تعالوا اللم موارد 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 زي ما قلتلكم لازم يكون معايا اغرغ عشان اعرف اقطع الشجرة زي ما قلتلكم قبل كده يا اخواتي فتعالوا نبعد عن ده اللي عايز يجي ناخد الطبيب عشان يعالج لنا التيم بتاعنا ببطء وبالتالي اقدر ان انا اطير اخونا الحلو هو بيجري يبقى نجري هرب عرف اهرب تمام طب انا حلع عليه من هنا حلع عليه من هنا من غير ما ياخد باله بس نسيبه بالعقل شوية انا معايا اربع جواهر فانا المركز الاول خلونا ناخد البربري عشان يكون قوي وغرغ يقطع لنا الشجرة دي اضرب كنبلة يا باشا ادي ادي فيه لحد ما نسقطه عشان نعمله اقصاء تعالى تعالى جريت ليه المشكلة بقى ان فيه يعني هما بيجروا فاهمين بيجروا انت ما بتلحقش تجيبهم يلا 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 ماشي ماشي بقى احنا بقى ايه نقفل الشخصيات الكبيرة عشان نلحق نكون تيم يلا ادينا كلت تمام خلي الطبيب يشفلنا الشخصية اللي معانا ايوة مش يخلي حد يلم حاجة احنا عايزين اهم حاجة نوصل في نص الخريطة عشان خاطر نقدر ان احنا نمسك الخزنة الكبيرة لما تيجي تتفتح اعمل غضب ودب فيهم كلهم عشان نسقطهم تمام 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 دب في ده يقع تعال 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 ام انا مش هسيبك ماشي مش هسيبك مش هسيبك مش هسيبك مش هسيبك عايش عايش اقصاء عايش ده اللي انا عايزه ادهني كلت ايبع ما انا كلت قوي تمام امسك ده دب فيه دب فيه امسك فاأ disinfect ما تسيبهوش تعالى بس ايه ناخد صندوق ادينا كلت كلت تاني قوي وخلي غرغ مش معانا للأسف طيب تعالوا نقفش الشخص دوت ماشي ماشي يلا اكساء 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 عاش عاش اكساء عاش عاش يا ابو الكوارم عاش يا ابو الكوارم خلونا ناخد اتنين برباري بمعنى برباري تاني قوي وناخد الكمبلة انا المركز الاول يا اخواتي اللعبة جميلة وممتعة جدا 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 والله انا ما بقولش كده من فراغ الا لما انتو بتبقوا عارفين فعلا ان اللعبة بتكون ممتعة عشان ما ينفعش ان انا اجدب عليكم بمعنى اصح خلونا نرمي الكمبلة ونضمر التيم ده كمان نعمله اكساء يلا يلا هات دول انا المركز الاول ماه 11 عايز اعمل لده اكساء عايز اعمل لده اكساء اكساء بسرعة اكساء بسرعة اكساء بسرعة خلاص خلاص اخر واحد اكساء خلاص ادينا يا باشا صندوق مجاني تاني ناخد كولت وندي واحدة غضب ونروح نجيب التيم الجميل دوت ندمره وكمان بحيث ان احنا نقدر ناخد الموقع يا ملحقناش عايش 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 162 جوهرة عايش والله اللعبة ممتعة فوق مما تتخيله الصراحة افتح الصندوق معنا اربع مرات لان هو ممكن يبقى قوي شائع 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 كبير للأسف بتبقى معتمدة على الحظ خمس بطاقات من جرغ انهاء خدنا امتين في مهمات كمان تحدي المبتدئين حاجة تانية وبمجرد ما بتلعب وتعدي مهمات بتاخد جواز فاللعبة كده يا اخواتي تكون وصلتلكو بشكل مبسط مفسر تقدر ان انت تلعب وزي ما احنا شايفين الرقم 3 اللي انا هعلم لكم عليه دا دا بيبقى عدد السندوق اللي معاك ان بعد كل جيم بتقدر تفتح صندوق فهنيجي رحلة الفرقة هتلاقوا فيه سندوق بتجيلك في المصار كل لما بتلعب كل لما بتطور الشخصيات بمعنى اصح بيجيلك تيكيتات للسندوق التاني وزي ما انتوا شايفين هيتفتح لنا بو وهيتفتح لنا فين تاني الساحرة وصندوق استثنائي وعشر تلاف دهب ومنطقة الصحراء فيه مناطق اللي هو مبات وتشيلي دميل وباقي التعبيرات تقدر ان انت تفتحها يجيلك تعبيرات اموشانات ونيتا التاجر فيه شخصيات بكتير بتجيلك مافس شخصيات كتير بتتفتح لك على مدار اللعب والتحدي بتاع المبتدئين دا بعد اما بتخلص التسع مهمات او العشر مهمات بتاع كل ميشن بتاخد المكافأة الكبرى من هنا والكتاب زي ما احنا قلنا بيطلب منك بعض من المهمات بتاخد منهم العلامة بتاعة الطاقة البوابة اللي بتيجي بقى هنا بتزودك فيه التقدم بتاع المناطق فبكده يا اخواتي يكون موضوع الفيديو بتاعنا اول فيديو جيم بلاي لسكواد باسترز كده يكون خلص فأخواتي ما تنسوش دعموكو ويفرق لو انتو حابين اللعبة لايك على الفيديو واشتركو في القناة ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكو اشعار بكل فيديو جديد في القناة اول باول اساطير ويه ما تنسوش تقولولي وسلتو فين بمجرد ما تشوفوا الفيديو ده فتحتو كم شخصية اللعبة ايه وجهة نظركم من ناحيتها هل هي ممتعة هل هي مش ممتعة وايه المميزات اللي فيها وايه العيوب اللي فيها وبإذن الله الفيديو الجاي هيكون فيديو اسطوري هكون وصلت الحساب بتاعي المستوى كويس هنقدر ان احنا نشوف التقدم اللي هكون وصلتله وهنشوف عيوب ومميزات اللعبة على مدار اللعب فاخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته